نهاية أخبارنا الخدمية النهاردة متابعة حالة التقس وبما أننا يعني دخلنا في الجد جد الشتاء يعني أو بدايات فصل الشتاء والجو المغيم وسقوط الأمطار هي أي نعم أمطار خفيفة إلى متوسطة لكنها في النهاية أمطار انخفاضات في درجات الحرارة كل ده أجواء شتفية بامتياز بيانة الأرصاد الجوية النهاردة بيقول أنه نهاردة يوم هيشخد انخفاض في درجات الحرارة وكمان هيكون فيه سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة وهتكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50% قد تمتد مساء لمناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40% تقريبا مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وهتكون من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وسط سينة ومدن القناة استمتعوا يا محبي الشتاء النهاردة وكل الشهرين ثلاثة اللي جايين ليكم كلكم لأنه انخفاضات درجات الحرارة وأمطار وأجواء الشتوية فاستمتعوا خلونا نعرف تفاصيل درجات الحرارة مع أسماء تفضلي أسماء فعلا زي آية ما قالت وزي ما احنا شاهدنا الصبح واحنا في الطريق الحياة للشغل النهاردة بالفعل انخفاض في درجات الحرارة وكمان شفنا أمطار فحتمتد ولا مش هتمتد ده يعني على حسب بقى زي آية ما كانت لسابة لمن 40% ل50% خلينا نستعرض مع حضراتكو بيان تفصيل درجات الحرارة العظمى والصغر على كل محافظات مصر نبتدي من القاهرة القاهرة 27-20 يعني شايفين ان هو درجة الحرارة طبيعية ما فيش انخفاض قوي لكن يعني الأمطار كفاية العاصمة الإدارية 26-19-6-27-18 معجود أمطار دي بقى من عندي علشي احنا شاهدناها على الأرض الواقع النهاردة الإسكندرية 25-19 العالمين الجديدة 25-17 السلوم 26-16-25-21 بورسعيد 26-21 السماعيلية 27-18 السويس 27-19 نروح بقى سريعا لشارم الشيخ بنشهد ارتفاعاته أو الدرجة الحرارة هناك ما تقدله بشكل كبير جدا العظمة 30 والصغرى 22 العريش 25-20 طابة 29-21 سانت كاترين 21-13 الواضح جدا ان الصغرى في سانت كاترين بدأنا بقى في البرد بجدة 13 بالتأكيد هتبقى يعني تعتبر درجة حرارة منخفضة الغرداء برضو زي شارم الشيخ درجة الحرارة معتادلة جدا 30-23 ونروح بقى للصعيد ونشوف مدن الصعيد النهاردة درجات الحرارة بدأ من بني سويف 27-17 السيوت 28-17 الاكسر 31-18 الصبح طبعا درجة الحرارة عظيم بالليه بيبقى يعني برده إلى حد ما اسوان نفس درجة الحرارة 31-19 يعني اعتقد ان الاكسر واسوان والوادي الجديد هي اللي بتسجي النهاردة اعلى ارتفاعات في درجات الحرارة العظمة 32 والصغرى 15 يعني شايفين درجات الحرارة غير دلوقتي معتادلة مش باين اول انخفاضات لكن هو بالتأكيد اللي بنأكد عليه موضوع الامطار النهاردة فيه بنشهد امطار وشاهدنا بالفعل في منطقة 6 اكتوبر النهاردة كان فيه امطار كانت متوسطة الى خفيفة لكن برضو لازم نعمل حسابنا علشان طبعا نتأكد بقى ان العربية المساحات فيها مية المساحات لازم تكون شغية نبتدي بقى الجو الشتة كده فيه حاجات لازم نعملها بالتأكيد قبل ما ننزل نروح شغلنا